السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله قطعتين كنابتين يعني كنابتين صغيرين ومعاهم قطع دوران الركنة انا قلت ارصها بشكل نية تيجي زاوية طبعا هي مش معمولة زاوية اصلا مش معمولة حساب النية تعمل زاوية بس انا رصتها بس كده عشان تبدي شكل في التصوير الركنة عبارة عن كنابتين 140 زي ما حالكم شايفين كده اللون اللي هو الانديبيتي القماش ده طبعا جلد مقلوب هقربه لكم هتقربه لكم بنسميه جلد مقلوب او اسطنبولي الركنة معمولة فيها شغل عالي او جدا ما شاء الله يعني طبعا احنا دخلنا مع الفضة عشان يأكل مع اللون مع المشجر وازي ما حركوا شايفين كده الجلدة المقلوب ده طبعا خامته عالية جدا ومحملة كمان وكمان ما بتتوسخش بسهولة يعني والميزة اللي فيها كمان اكتر ان حتى لو وقع علىها ميا ولا شيء ما بتتأثرش طبعا دي الركنة عاملها زاوية بس انا هقلبها لكم الوقت على الشكل اللي اصلا معمول عليه في الاصل ده الجنب هو معمول مربعات وده الرجل يا جماعة ده الرجل اللي هي اللي كانزة التركة اللي هي الحديثة بتبقى عطم او بلاستيك احسن من اللي هو الاستيل الاستلس لان الاستلس اصلا بتبقى ساق وبتتفك مع الوقت دي طبعا عالية وابقت ناسي انا هرسولكم بقى ركنوا الوقت حالا على الوضع الطبيعي بتاعها الوضع الطبيعي بتاعها اصلا هي كنابتين زا ما احركوا شايفين كده كنابتين وايه واربعين جنب ببعض اصلا بابناء ثمات القماش معلاء على البناء يعني انا عكاسة الشيلة الشيلة معمولة وشين وش مشكر والوش التاني ازا ما حالكوا شايفين كده سادة سادة فضي ايه رصاصي فالرصاصي طبعا عملنا بردو قماشا جلد مقلوب السدر بردو معمول كابوتيني ومعمول فيه زراير بردو ونيكل زا ما حالكوا شايفين كده الزرق كمان الشلطة بعمل لها حرف عشان برد وتسهل الشكلة وتبقى شكلها جميل ده حضركم الجزء اللي هو المدور اللي بقول لها حضركم عليه البف الصوير الدوران جميلة جدا مشاء الله شايفين الشولة جميلة الرجلة دي بصراحة شكلها جميل اوي 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 الرجلة دي عملية جدا وطلعة جديد افضل من السلسة طبعا كل يوم بيطلع افضل من الرجلة عن قربة خلص يا جماعة شكلها جميل وكمان الميزة اللي فيها واخدها الشكلين يعني واخدها الجنبين لو شفتها من اليمين او الشمال تطلع لك نفس الشكل في منتهى منتهى الجمال والحدث طبعا برضو التكيات عملنا التكيات مقلوبة وش 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 انبيتي ووش مشجر وده الكابوتينية او الكرمة فصلنا برضو بين الكابوتينية والكرمة بفاصل برضو من القماشة البشجر ده اللي هي الجل المقلوبة يا جماعة ازا معاكم شايفين دي حتى لو وقع مية مش بسهولة تشرب المية طبعا لازم تشرب المية بس مع وقت طويل يعني لو وقع مية او شاي او اي شيء لو انت لحقت نفسك بتلحق اللي حاجة دي بتتمسح بسهولة يعني بتمسح الشاي او اللحاجة او المية بسرعة قبل ما بتنسح ده الحرف يا جماعة اواد بقول لكم عليه ده الحرف بدي شكل ورونك للركنة وبيضبط الشلتة فالمية لو وقت على انت بتمسحها يعني لو فلت مثلا خمس سيت راية بتمسحها بسهولة لكن طبعا لو فلت اكبر من كده هتشربها القماش طبعي انها شابه سيئة الفرق ان مش زي القماش القطنة او القماش العالي اللي بيشرب المية او السوايل بمجرد ان هو ايو علي تمام ان شاء الله وشكل جديد بردو وسمبل وبسيط ركنة مشاء الله فيها شغل كتير وفي حلوة يعني طبعا يهمني طبعا رأيكم وتعليقاتكم وانا منتظر بردو لو في اي استفسار طبعا احنا مش عارفين نحدد ساع يعني احنا مش عارفين نحدد اي اسعار لان الخشب يوميا في زيادات يوميا في تغير يعني سواء بالسلبة او اللي جابة طبعا هو بالزيادة بس بردو في تغير يوميا متر زيارية نحن كنا نعملها في الفترة لها بـ 1750 جنيه طبعاً النهاردة الشغل يختلف الشغل يختلف الأسعار بتزيد الأسفنجة لكم أن تخيلوا أن الأسفنجة تضاعف فرخ الأسفنجة للأربعين النهاردة وصل الألف وتقريباً عد الألف كمان فالأسعار ما بنعرفش نكتبها من التغيير اليومي دير روك نهاية إن شاء الله من جابه لكم منظر قفج من فوق شكلها جميل جداً وقلبتها لكم بقى الوش المشجر ده طبعاً الوش المشجر أولاً لو يولي الزبون حب يقلبها على المشجر بس أنا شايف المشجر يعني أوفر أو يعني الرصاصي يعني هادي شوية بس طبعاً أنت معك الرسمتين لو حببت تقلبها على الوش ده ماشي وعلى الوش التاني ماشي براحتك يعني طبعاً ركنا فيها شغلة هالي أولاً ربنا يبارك لصاحبة يعني كانت إرفوته جميلة جداً طلع جميلة والشكل حلو جداً طبعاً أنا أعسبكم تستمتوى مع الفيديو لو في أي تعليات أو استفسار أو أي شيء فاكتبوا لي وإن شاء الله أرد عليكم إن شاء الله وكل عاما حضركم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة